جوابني بقى امام عشور نكمل مع ميتلند جايز لمالك جاي الاهلي امام عشور بنسبة 90% مش هيجا اي نادي في مصر يعني كل الراو بتاع بيرابيدز حتى هذه اللحظة امام عايز يقعد ميتلند رافض تماماً يقعد إلا لما يسافر وبعدين يتكلم يسافر الاول لدنمارك وبعدين يتكلمه معاه وهرجع وقولك تاني كل مهدار مع النادي الاهلي هي جلسات شافه ويل لأهلي بعت لميتلند وللأهلي تفاوض مع ميتلند رسمياً حتى هذه اللحظة وخلينا فجأة مفاجأة الناس بتتكلم ان الفريده قريب والفريده بيخلص والفريده عايزه اعرى فرقة ميتلند على مسؤوليتي لم يتواصل معها اي فريق لمصري والعربي باي عرض ما يرحلهمش اي عرض رسمي يخص امام عشور لا من قريب ولا من بعيد ميتلند بعد انذارين لامام عشور انذار مردش عليه الانذار التاني قالوا منه عنده بعض الحاجات الشخصية قالوا له انك لازم تسافر وبعد انتكلم في اي حاجة تانية اي ان كانت هي اي لكن امام متمسك بالبقاء في مصر ومعايزات مصر